مرحبا أصدقائي شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية بما إنه رمضان على الأبواب فبحثت لكم عن طرق للشربات وهذه واحدة من الطرق أرجو أن تعجبكم حقيقة أول مرة أسويها وعجبتني وشفتها طيبة يعني جربناها المواد المطلوبة هاي بصلاية واحدة ونصكوب برغل وثنين جزر ونصكوب شبنت وملح وفلفل أسود وحليب وطحين وليمونة وحدة وبعدين رح أستعمل قطعة ماجي هذا البرغل أخذت بعنده نص كوب طبعا هو ينشر بالشربة وهاي كل المواد المطلوبة حليب رح أخذ كوب وخشوقة أكل طحين وهذا نص كوب وشبنت إذا طازج موجود هذا مجمد آني عندي خليت تقريبا خشوقة أكل زيت بالقدر والبصلا قطعتها ناعم ورح أحمسها بالزيت طبعا أنا متوقعتها هي شي طيبة يعني من الشربات الطيبة والغريبة للناس اللي تحب الشغلات الغريبة مو العادية نحن دائما تعودين شربة عدس شربة ماش شربة طماطئ بس هاي شربة نوع ثاني بس لأمانة طيبة أنا شفتها طيبة هنا برشة الجزر بهاي المبراش الخشنة وهنا صار البصل شوي أحمر رح أخلي عليه الجزر طبعا الأطفال ما يعكلون هالي سوالف جزار بروكولي قرنابيض فنحاول يعني أنا أحاول دائما أتحايل بالأكل أبحث بطرق بشغلات جديدة حتى يأكلون هاي سوالف الجزار البروكولي القرنابيض الشواندار ما يعكلوا فأحاول بشتة الطرق أنه أخليهم يأكلوا وهاي نص كوب البرغول ورما نقعت طبعا يبس بالكوب أنزلها كلها على القليط أحمسهم سوية زيان يعني حمسة تشوفوهن تغير نونة شوية وتخلون مي حار عليه تكون الكتل يمفور حار مي وتخلون عليه المي طبعا رح يحتاج عدة مرات تضيفو لمي لأن البرغول ينشر مثل ما تعرفون نهاية أعوفه أقبل قدر وأعوفه إلى أن تسبك وأضيف بقية الخطوات معه خليت لها ما يبعد أعوفه شوية تتسبك وبعدين أضيف لها الملح والفلفل الأسود أربع نفرات كفة هذه الشوربن اللي يتكون من جزراتين ونصكه ببرغول الآن سوف أضيف الملح والفلفل الأسود ونسكه بشبنت هذا مجمد لدي إذا أضيف الملح والفلفل الأسود هنا أخذت خاشوقة أكل كبيرة من الطحين ورح أضيف عليها الحليب تقريبا هاي الطاسة هي تقريبا كوب هاني قايستها أذوب الطحين بالحليب نوبات نسبة عشرلات يخلوها بالطبخ بس إذا واحد ما يجربها ويأكلها ما يعرف إنه هي صدق طيبة حليب وطحين يعني نوبات واحد عقلة ما يشيلها بس إذا جربوها بالأكل غير شكل وظلون تخلوها تتسبك بعض أزياد طبعا طحين هاي التكتلات تشوفوها راح تذوب كلها هسا بسبقة أخلي الليمونة أعصرها وقطعة ماجي وعوفها تتسبك على راحتها هاي الليمونة أصير الليمونة واحدة بعد أضلق أنتو تضلقوها إذا حتاجت الحامض تقلوا لها وقطعة ماجي ماجي خضروات أعني دائما أستعمل نحن هنا عايشين بأوروبا ما أعرف يعني نخضروات أأمن شوية وهنا هاي عفتها ونسيتها فاحت على الطباخ وهاي تسبكت طبعا هاي شوفوها ناقصة لأنه ناكل من عده كوب كامل وهذا الكوب الثاني وهذا عباد الشمس حبوب أنا دائما أشتري هو بعده ني يعني مو محمص ومكتوب عليها الروه سنفلاور هذا دائما أخليها على الشربة أنا أشوفها طيب نوبات من أسوي خبوز أو معجنات أخلي عليه وهذا الشي اسمه البصل المجفف هم أشتري يحاضر بس هذا ممكن واحد يسويه بالبيت هذا البصل المجفف خليه على وجه الشربة ومن عباد الشمس هم شوية وهاي شكلها النهائي هذا العباد الشمس ينباع بالأسواق وهاي شكلها النهائي وهاي شكلها النهائي قدمت وياه الصمون هذا الصمون حاضر ما أم سويته وحاضر موجود بالسود صمون بالثوم وبالعشاب وتقدرون تاكلوها ويا إذا خبز التوست تقصقصوا بالمقاص وتخلوها على التوستي وتصير يتقسب وهاي شكلها النهائي وأتمنى تجربوها أنا لو ما قدت أصورها إذا طلعت طيبة أنزل التصوير بس طلعة طيبة وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتاكلوها بألف عافية طانما رمضان أقترب علينا إن شاء الله تجربوها يوم في رمضان وتعجبكم وتعتمدوها وتسووها دائما وأشكركم جدا ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر